الحضارة الإسلامية تاريخ، تأثير، وإرث تعتبر الحضارة الإسلامية واحدة من أكثر الحضارات تأثيراً في تاريخ الإنسانية. بدأت هذه الحضارة في القرن السابع الميلادي عندما نشأت دولة الإسلام في شبه الجزيرة العربية تحت قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنذ ذلك الحين، انتشرت الحضارة الإسلامية بسرعة لتمتد إلى أنحاء مختلفة من العالم. تتميز الحضارة الإسلامية بالعديد من السمات الفريدة التي شكلت أساسها وتركت بصماتها في مختلف المجالات، بما في ذلك العلم والفلسفة والفنون والعمارة والاقتصاد والقانون والأخلاق. في المجال العلمي، أسهم علماء الحضارة الإسلامية في تطوير العديد من العلوم، بما في ذلك الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب. ومن بين أشهر العلماء الإسلاميين الذين أثروا المجال العلمي، الخوارزمي، والرازي، وابن سينة، وابن الهيثمي. في المجال الفلسفي، نشأت مدارس فلسفية مهمة في الحضارة الإسلامية، مثل المعتزلة والأشعارية والفلاسفة المتأثرين بالفلسفة اليونانية، مثل أفلاطون وأرستو. أما في المجال الفني، فانطلقت الحضارة الإسلامية بإبداعاتها الفنية المميزة، سواء في العمارة الإسلامية التي تتميز بالزخرفة الجميلة والتصاميم المعمارية الرائعة، أو في الفنون التشكيلية مثل الخط العربي. والزخرفة والفسيف ساء. تأثرت الحضارة الإسلامية بثقافة